وتنضم إلينا من بيروت مرسلة الغد ليلة حليل ليلة تفاصيل الزيارة وجدول اللقاءات وأيضا النتائج المتوقعة ما تبين حتى الساعة من جدول اللقاءات أن هناك لقاءين فقط مؤكدين هما بداية مع رئيس الجمهورية من المفترض أن يصل في هذه الأثناء وزير الخارجية الفرنسي إلى قصر بعبدالي لقاء رئيس الجمهورية ومن ثم عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت بيروت يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم بعض الصحف قالت بأن أو وصفت هذه الزيارة بأنها قد تكون المحاولة الأخيرة أو الفرصة الفرنسية الأخيرة خاصة أن هناك مبادرة فرنسية منذ عدة أشهر لم يتم تطبيقه ولكن في المقابل هناك من يقلل من نتائج أو حصول أو إحداث خرق أو نتائج ما على صعيد تشكيل الحكومة ويقولون بأن الفرنسي اليوم يلعب في الوقت الضائع وأن الأمور التي ستحدث نتائج هي التغيرات الإقليمية التي من المفترض أن تنعكس على لبنان حتى ساعة لا يوجد أي لقاء مؤكد مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الرغم من أن بعض الأوساط الصحفية قالت بأن هذا اللقاء مفروغ منه ومن المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي رئيس الحكومة المكلف أيضا من المفترض اليوم أن يزور لودريان بعض المدارس التي قامت فرنسا بتمويل إعادة إعمارها خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي هذا هو جدول اللقاءات المؤكد حتى هذه الساعة غدا ينتهي من زيارته يختتمها بمؤتمر صحفي ولكن النتائج لا نستطيع اليوم أن نحسن في هذا الوقت بالتحديد النتائج في ظل الأزمة أو هذا التجاذب والجدل الذي أحدثته هذه الزيارة خاصة بعدما سمعنا بالأمس وقبل يوم أمس للمرة الأولى نسمع بأن هناك احتمال لإعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري إذا ما كانت نتائج زيارة لودريان سلبية نعم شكرا ليلة خليل مرسلة الغد كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر